السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد انتظار مدة طويلة جاء اليوم 21 أفريل أين سوف يتم الإفساح النتائج الطعن أين أعلق هذا الصباح السيد عارف مشاكرة وقال أننا نحيط متابعين علما بأن 21 أفريل هو تاريخ فتح الملف الجزائري ودراسته في زوايا مختلفة عبر مختصين ومؤكلين وبعدها يأتي دور لجنة التحكيم والتي تعتمد على محورين الأول تقني متعلق بالفار وطاقمه وكذا تسجيلات القرص وتسجيلات غرفة الفار وهو الذي تركز عليه الاتحادية ومحور تاني يبت في أخلاقيات الحكم وماذا تورطه في نشاطات محظورة متعلقة بنتيجة المقابلة وتشويهها والتي لها علاقة بمقابلة الجزائر والكاميرون وأضاف عارف مشاكرة أن قد تستغرق مدة الدراسة للطعن 15 يوما في حالة ما كانت القراء والحجج تستحق الوقوف عندها وإجراء تحقيقات معمقة خاصة في قضية السجيلات والفيديوهات المصورة المتعلقة بالرشوة وقال في الأخير عارف مشاكرة بأن اليوم 21 هو ليس يوم الفصل في الطعن والرجاء عدم الإنسياق وراء الدعوات والمضللة والكادبة وفي الأخير لا تنسوا بذعمنا بلايك واشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته